تحظى السلطة التشريعية في مملكة البحرين بدعم ومساندة مشهودة من لدن جلالة الملك المعظم التي شكل ملامحها عملها الرئيس كما تحظى بمتابعة وتعاون كبير من لدن السلطة التنفيذية برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء نعم الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يشكل عهدا جديدا من الحياة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين لمواصلة العمل وبذل الجهود للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل التشريعي خلال الفصول التشريعية الماضية تحت السلطة التشريعية في مملكة البحرين منذ سنوات عمرها الأولى بدعم رفيع من لدن حطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مما أسهم في انفتاح آفاق واسعة أمام المسيرة الديمقراطية والبرلمانية ودافع لمضاعفة الأداء التشريعي وتعزيز العمل الرقابي وفق أسس دستورية متطورة وعبر تعاون متميز وتنسيق متواصل مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي أدى لتمكن الجهود الوطنية في البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل التشريعي خلال مختلف الفصول التشريعية الماضية إن الخطابات السامية التي يتفضل بها عاهل البلاد المعظم خلال افتتاح دور الإنعقاد لمجلسي الشورى والنواب تشكل خارطة طريق لعمل السلطة التشريعية ودافعا وطنيا لترسيخ الممارسات الديمقراطية عبر المؤسسات الدستورية العريقة في مملكة البحرين ونتيجة لهذا الدعم الملكي والمتابعة المتواصلة التي تتلقاها المسيرة التشريعية تمتلك المملكة اليوم تجربة غنية وخبرة ثرية في سلك العمل التشريعي وفق الأسس والأطر المنوطة التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية نظرا لدورهم ومساهماتهم في خدمة المسيرة التنموية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتمثيل المملكة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وذلك بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملهم الدؤوب لمواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لما فيه خير للوطن والمواطن